أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا عُودًا لِبَنِي إِسْرَائِيلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلًا لَا تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا أَعْتَخِذُ عَوْلًا لِبَنِي إِسْرَائِي إِسْرَائِي إِسْرَائِينًا Hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dengan satu tema yang sebenarnya memang ini bagian dari kompetensi saya tentang refleksi mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkarakter insya Allah disini semua sudah berkeluarga atau ada yang belum? ada juga ya berarti yang belum ini anggap saja primerit training ya jadi sudah pelatihan peranikah insya Allah اشتركوا في القناة program mengentaskan para jomblogan بسم الله الرحمن الرحيم سعب حسما ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قطر فادا والذي أخوى جللل عال فجعله هزاء الأخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليصرك لليسرى فذكر إن نفعت السكرى سيسكر من يخشى ويتجنبها الهشقى الذي يصنى النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر أصم ربه فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خيره أبقى إنها زالة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يا هبي سلام عليك يا رفول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك السلام عليك Beadاو category شكرا